بعد أشهر على اختطافها وبعدما لم يعرف مكانها تمكنت الأجهزة الأمنية وبعد عمليات رصد ومراقبة من إلقاء القبض على المدعو ديب دارويشي 22 عاما وهو الشاب الذي اختطف ليندا جوزيف عطي ابنة 13 عاما دارويشي الذي أعلن أنه تزوج بليندا وأنها حامل منه هو اليوم موقوف لدى المفرزة القضائية في جديدي بعدما أوقف صباح السبت الماضي في الزلأ بين محل للحلاقة وأحد الأفران عندنا إياها تسوى كل أولادنا لأن هذه بنتنا صارت ومن عوايدنا نحن ما بنرجع مرة لعند أهلا بخاف ما يدبحوها أهلا إلنا شرف أن نسبنا هالطائف الكريم هي المسيحية كان خبر كتير صار وأنا طبعا سعيدة لأنه بوقت خياسي تم القاء القبض عليه وقت ما نحن تقدمنا بالدعوة تعريبا بأواقع الإشباط بدأ التحرك طبعا بعد الإجراءات الأنونية اللازمة من حوالها 24 يوم أو 22 يوم فهذا يعتبر وقت كتير قياسي يلقى القبض على شاب مثله شفنا كلنا ببرنامج على الإل بي سي لما انطلع على الهواء يتحدى الناس كلها يتحدى مشاعرنا مشاعر أهلا تحدى الدولي وتحدى الأجهزة وتحدى القضاء منذ السبب تعمل الأجهزة الأمنية على تحديد مكان ليندا وعائلتها تتابع القضية عبر المحامية الخليل التي تؤكد أنه إن كان درويشي تزوج بالفتاة وإن كانت حاملا فالزواج باطل شرعا وقانونا لأن عقد القران حصل بغياب ولي أمر الفتاة لكونها قاصر